بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبرك سنتحدث في هذا اللقاء عن موضوع المسحوبات والقضاء المسحوبات والإضافات أو بمعنى آخر زيادة رأس المال أو مقصار رأس المال مقصار رأس المال وزيادة رأس المال مقصار رأس المال أو زيادة رأس المال يكون بساطة وكل سهولة لأننا نمارس عملنا أو نشاطنا خلال العام احتاجت الشركة لأموال إضافية أي سبب من الأسفل نشتري جهاز كمبيوتر نشتري سيارة نستخدمها في أعمال الشركة نشتري آلة نستخدمها لأعمال الشركة الآن هناك سيولة كافية لإمتلاك هذا الأمر لا يوجد سيولة كافية توصلنا مع المالك الآن المالي حسب القانون المالي هو عبارة عن شخصية اعتبارية اسمه المالي وهي لدينا الوشوق برضو شخصية اعتبارية اسمها الشركة أو الوشوق الآن أنا المحاسب داخل الشركة توصلت مع المالك قلت له نحن بحاجة إلى بحاجة إلى تموين دعونا نضع كلمة تموين لشراء جهاز كمبيوتر أو مجموعة باستخدامات المشروع الآن المالك يخاطب المحاسب يقولون في المحصلة المنعية سأجلب الأموال ستزود راس مالي لأن هذه من الأموال الخاصة مصروف البيت مدخراتي مدخراتي يسمى هذا المفهوم إضافات أو زيادة ترقص المال يمكن أن تضع ألف دينار ستدخل على صندوق الشركة ومن صندوق الشركة سوف نجد منها جهاز كمبيوتر ستمر في مرحلتين مرحلة أولى أموال من صاحب المشروع ومالك المشروع سيعطيها للشركة سيعطيها ستسجل إضافات أو زيادة رأس المال ستودع في الصندوق سيأخذ هذه الأموال ثم بعد ذلك سندخل فيه عملية مالية ثانية وهو عملية شراء جهاز كمبيوتر تعالوا مع بعض كيفية تفسير هذا الأمر على شكل الذي هو عمليات أو معالجات مثلا ستبدأ في الإجابة 30% في المشروع في المبلغ 1000 دينار أموال إضافية من قبل المالك ودعت من قبل المالك تم زياد رأس مال للمشروع بمبلغ ألف دينار أموال إضافية من قبل مال قدعك في الصندوق تم إداع مبلغ ألف دينار في الصندوق أموال إضافية لرأس المال الصيغة التي تجدها مناسبة تستخدمها لكن في النهاية تم زيادة رأس المال أو إضافة رأس المال والمبالغ قدعة في الصندوق وبكل سهولة وبكل بساطة نطبق قاعدة أخذ وأعطاها الصندوق أخذ مدينة رأس المال أو الزيادة هو عبارة عن عطاء يعني اللي هو يعطي يبقى يهد دان وقيد بكل سهولة من نبدأ بالمدين من حساب الصندوق إلى حساب زيادة رأس المال أو إضافات رأس المال أو إضافات رأس المال وقيد بكل سهولة الحدث الثاني الذي هو شراء جهاز كمبيوتر مبلغ حسنا لو مالك نفسه هو الذي سأشتره جهاز كمبيوتر هنا شبك بسيغة أخرى إذا عجبوا إلى جهاز كمبيوتر سأذهب عشرين وبأرخبahi خوام المالك أن تضغي تحت خطين ينام ذلك بشراء جهات كمبيوتر لإستخدامات المشروع بمبلغ ألف دينار من أمواله الخاصة المالك من أمواله الخاصة جاب ألف دينار وشترى فيه كمبيوتر بكل سؤالة يوجد جهاز كمبيوتر دخل على الشرك يبقى الجهاز معدد من أين هذا جهاز كمبيوتر تم امتلاكه؟ من خلال أموال المالك الذي نسميه زيادة رأس المال يعني يزود رأس الماله من ألف دينار من خلال شراء كمبيوتر لإستخدامات المشروع بكل سهولة زيادة رأس المال دائما 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 بالمناسبة لنسبة لدينا قاعدة زيادة رأس المال دائما 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 طبعا لأجهزة معداد أصول والأصول مدينة يبقى يكون عندنا بقيد من حساب أجهزة معداد إلى حساب زيادة رأس حساب زيادة رأس المالك أحضر الأموال ثم بعد ذلك أدعك في الصندوق و بعد ذلك أشترينا جهاز الكمبيوتر أو احتياجات الشراء الحال الثاني هو الذي اشتري جهاز مباشر في كل الحالتين الأموال أحضرت من أين؟ أحضرت من أين؟ أحضرت من أين؟ أحضرت من المال من أمواله الخاصة من أمواله الخاصة عكس المسحوبات مباشرة عكس اللال الإضافات مباشرة أو زيادة رأس المال له المسحوبات أو تخفيض رأس المال المسحوبات تسميها المسحوبات الشخصية معظم المراجع تسميها المسحوبات الشخصية الفكرة يا عزيزي أعلى النحو والتالي المالك مصدر دخل الوحيد المشروع مصدر دخل الوحيد المشروع واتفقنا أن المالك عايش في بيته كشخصية تبارية وهي المشروع المشروع له صندوق صندوق المشروع الأصل ينفق عليه على المشروع لكن هذه المرة المالك طلب فلوس طلب أموال أنا باحتياج لأموال في الحالة هذه ما سنقول للمالك سنقول لهم بما أن نحن في فصل ما بين شخصية وشخصية المشروع مبدأ أو فرض استقلالية وفرض الشخصية الاعتبارية مدام في استقلالية أو فصل ما بين شخصية المالك وشخصية المشروع نفسه كل الأموال التي ستأخذها من الصندوق سنسجلها مسحوبات أو سنسجلها تخفيض رأس مالك وكاننا وكاننا نقول لهم أنت لك رأس مال 50 ألف دينار لأن لما أخذت ألف دينار من الصندوق كاننا أصبح رصيد رأس مالك 49 ألف طبعاً من المصحوبات أو تخفيض رأس المال تصنيفها في علم المحاسبة مدينة هذه الإضافات وزيادة رأس المال تصنيفها دائم هذه قواعد وهذه تصنيفها مدينة تصنيفها تصنيفها معالجة بسيطة جداً وهي من خلال هذه المعالجة سيكون وضحنا الصورة بشكل أكثر عمر المعالجة في 30 واحد قام المالك بسحب مبلغ ألفين دينار من الصندوق بأخرط بنصدوق الشركة لكي من أكثر صديداً لإستخدام الشخص ما تصنيفه لإستخداماً للمشروع ولا أخذ للمشروع وله لرفعه herical ولذلك متنظر اخذ الالفين دونار و اشترى فيهم جهاز كمبيوتر لابن يبقى الامر يعود على المالك تفصيل العلمي قام المالك بسحب انا مش كلمة سحب هي المسحوبات لا كلمة لإستخدام الشخص لما الوان راحت استخدامها لهذه كلمة المسحوبات شخصية اللي هو الالفين دونار طبعا اخذ الالفين دونار الآن الصندوق اعطى والذي يعطى ذلك يدربالك المن هنا حرب جارة المن هنا حرب جارة وين المسحوبات طبعا اخذ الالفين كل المطلوب مني سأحضر من حساب المسحوبات الشخصية الى حساب الصندوق هذه الالفين دونار بكل سهولة بكل يسر بكل بساطة المبلغ تم سحبه لإستخدامات المن تعالوا نعمل صيخة توضح لنا فكرة كلها بشكل أرد ثرع مو بكل سلتزد على تلاتين واحد بكل بساطة في تلاتين واحد قابل مالك ركز معي بتسديد مبلغ ألفين دولار ورسوم أحد أبنائه الجامعية من صندوق الشركة الآن هو رسوم أحد أبنائه الجامعية هذا حدث شخص والأموال أخذها من الصندوق أعطى الآخرين فلوس دائم هل أخرجها لشراء بضعة؟ هل أخرجها لسداد ديور على الشركة؟ أخرجها لحدث شخصي على طول مسحوبات شخصية أو تخفيض راسية بعد أن أتفسر أبنائه أقول أن حضرة السيد المالك أخذ ألفين دولار من الصندوق أو أخرجها لأيض المالك يبدأ حساب الأموال أو تغفيد راسية المالك لحساب الأموال لحساب الأموال وعندنا زيت رأس المال او اضافات لرأس المال المسحوبات عبارة عن حدث يقوم فيه المال بأخذ اموال من الشركة لاستخدامات الشخصية الحدث المعاكز له هو اضافات رأس المال اللي هو المالك بيحضر من امواله الشخصية لاستخدامات المشروع طبعا المسحوبات مدينة والاضافات دائنة واكتفي بهذا القرآن